هذا وتحتفل مصر اليوم بالعيد الثاني والسبعين لفلاح المصري والذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 عقب قيام ثورة يوليو ويعد عيد الفلاح اعترافاً بجهد المزارعين المتعاظم في الاقتصاد الوطني ودورهم في توفير المستلزمات اليومية الغذائية تحتفل مصر بالعيد الثاني والسبعين للفلاح المصري والذي يوافق ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الصادر في عام 1952 عقب قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو حيث أنهى مجلس قيادة الثورة الإقطاع بكل أشكاله وسيطر الطبق قليل على الأراضي الزراعية وتم توزيع الأراضي على المزارعين فأصبحوا ملاكاً بعد أن كانوا مستقرين فيها الاحتفال يعد تكريماً لجهد الفلاح المتواصل عبر آلاف السنين ولدوره الكبير المتعاظم في الاقتصاد المصري وعرفاناً بفضله في توفير المستلزمات الحياتية اليومية من السلع الغذائية لربوع الوطن وكانت ثورة يوليو ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين مثلما كانت تجزيداً أميناً لطموحات وأمال حركة الوطنية المصرية وخاصة في قانون الإصلاح الزراعي الذي نحتفل بذكراه في التاسع من سبتمبر باعتباره عيد الفلاح المصري قانون الإصلاح الزراعي قام بإعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية وساعد على نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين بالإضافة إلى إقامة توازن نسبي بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية الدولة بقيادة الرئيس السيسي ومنذ توليه قيادة البلاد تحرص على دعم الفلاح بكل السبل المتاحة إيماناً منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركناً رئيسياً من أركان الاقتصاد الوطني وتسارعت خطى وجهود الدولة لتسخير كل الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الري وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي ورقمنة الخدمات المقدمة للفلاحين توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمزارعين تمت ترجمتها على أرض الواقع لتنعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلة الأمن الغذائي والاستراتيجي للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي فإن الحكومة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين والتي يأتي في مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين موسيقى